أكد رئيس مجلس القضاء العلى فائغ زيدان استمرار القضاء بحماية حقوق الدولة والمواطن ومكافحة جرائم الفساد والإرهاب وقال زيدان في كلمته بالذكرى الثالثة ليوم القضاء العراقي إن أهم التحديات التي يواجهها القضاء بصدد ممارسة مهامه الموكلة إليه هو عدم معرفة البعض بالدور المرسوم للقضاء بموجب الدستور والقانون مشيرا إلى أن سوء الفهم والترويج بخصوص طبيعة عمل القضاء يؤدي بلا شك إلى ضعف ثقة المواطن بالقضاء ومؤدى ذلك هدم أهم مؤسسة من مؤسسات الدولة التي يفترض أن يحرص الجميع على سلامتها